حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن واصل الأحدب عن أبي وإل قال جلست إلى شيبة بن عثمان فقال جلس عمر بن الخطاب في مجلسك هذا فقال لقد هممت أن لا أدعى في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين الناس قال قلت ليس ذلك لك قد سبقك صاحباك لم يفعل ذلك فقال هما المرء أن يقتد بهما حثنا عبد الرحمن عن سفيان عن واصل عن أبي وإل قال جلست إلى شيبة بن عثمان في هذا المسجد فقال جلس إلي عمر بن الخطاب مجلسك هذا فقال لقد هممت أن لا أدعى فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين قال قلت ما أنت بفاعل إن قال لما قلت لم يفعله صاحباك قال هما المرء أن يقتد بهما ترجمة نانسي قنقر